السلام عليكم إذا كان لديك مصباح مثل هذا اقتصادي يوجد به ريضات وتقوم برميه لأنك لا تجد طريقة استعماله وإصلاحه فتابع الشهر إلى الأخير لترى هذه النتيجة من الإضاءة الشكل الأصلي لكن المسار غير واضح بجاتا هنا بدأ يوضح قليلا ثم هنا فهو واضح كذلك هنا واضح جدا أول سما ما سنقوم به هو حفر يعني أو تقب ما ذلك المسار الخاص بالتوالي نقوم بحساب ليضيني معام ثم نقطع بأي أدت حد مفك براغي أو سكين اسمعوا جيدا هنا نقوم بالحفر يعني أزل نهائي نحسب إثنين المسار ثم نقطع هنا نقوم بالبرد فقط يعني تعريات ذلك المسار موجب ثم سالي سأعطيكم الشرح التوضيحي نقوم بهذه العملية بواسطة كل من السكين أو مفك براغي حد أي الأدات التي كنا نملكها ليس هناك مشكل هنا كما قلتكم للتوضيح بعدها نحضر جهاز ملتيمتر ثم نقيس كل مصباحين ما لنراها لهم شغالين أم لا إذا أعطتك إضاءة في المصباح فهي شغالة تلك الليدين إذا أعطتك في الملتيمتر قراءة قراءة يعني كأرقام أورانين نصوت فاعلم أن ذلك الليدين مع الطالين نقوم بهذه الطريقة على نفس نفس الدارة كلها المهم هو الصبر والانتدار هنا أعطتنا قراءة يعني أنها عاطلة يعني عامل هنا كما تلاحظون الشكل النهائي بعدما بردنا جميع الدوائر يعني جميع الليداتين معان الليدات معان ثم سنحضر لحم لدون ما يطلق عليه ثم كوية أدات لحم ثم نقوم بتلحيم تلك المناطق التي قمنا بتعريتها أو برضها نقوم بتلحيم بلطف يعني وضع أنه قد تلحيم صغير ليس كبير لكن فقط أصلا سنقوم بتلحيم سيلك عليه رقيقة جدا يعني ستكون هناك جمالية نوعا ما سأقوم بتسريع الفيديو فقط لي ربح الوقت هذا هو الشكل النهائي بعد تلحيم تلحيم جميع تلك الموجب بعد الانتهاء من تلحيم الأقطاب الموجب والساليب وهنا رسم توضيحه فقط استعانة به كما تلاحظون هنا رسم توضيحه الآخر الساليب والموجب بالنسبة لليد كل لليد أحدا هنا كذلك رسم توضيحه الآخر سنحتاج إلى محولات صغيرة ثم نفكي الكسيك المتوضيح فيها ثم نحرقه بواسطة ولاع أو كوية أي يكون طريقة الكوية ستقوم بلفها عليها عندما تسخن ثم سيحترق أي طريقة التي أجبتك تقوم بعملها لعزل المادة الأزلة أن ذلك السلك النحاسي كي نلحمه بعدها سنحتاج إلى جهاز ميلتيمتر ثم سنقوم أولا بلحام جزء أول ثم نقص بها السلك قابل الموصلية أم لا نضع الجهة الأولى للموجب أقصد سالب ثم سنجرب بالموجب كل ريدين على حدة يعني نفس المعصر مصر واحد لكي نتأكد هل السلك موصل جيدا أم لا وهل اللحم كذلك ملحم جيدا أم لا تأكدوا من اللحم والموصلية السلك يعني احتراقه جيدا فقط كما تلاحظون قد انتهينا من تلحم الجهة السالبة والجهة الموجبة بالنسبة للجمهة الأولى سنجربها فكذلك تريد تشتغل جميعها تقريبا ثم هنا قمت بتسريع فقط قمت بتلحم الجهة الأولى ثم التانية ثم التالتة كما تلاحظون فهي تشتغل تقريبا جميعا هذا هو الشكل النهائي بعد التلحم كما تلاحظون تقريبا ملحمة جميعا بالنسبة للتي لم ألحم بجانبها فهي معطلة لذلك ألحم بجانبها هنا فقط لتزيين وهنا رسم توضيحي لملاحظة أكثر ما قمت به هنا قمت بربط الأسلك مع بعضها قمت بإحتار سلكين أحمر وأزرق السالب والموجبة وقمت بربط السالب والموجبة والموجبة بالنسبة لكل مجموع على التوازي كما تلاحظون ثم قمت بعمل عقدة وبعض الغراء اللي كي لينفيت سلك أو ينقاطع كما تلاحظون قمت بإضافة كذلك حامل لها أو هيكل قمت بتشبيش بواسطة برغي كما تلاحظون لكي لينفيت وكي يصبح لها شكلا مقاومة هنا هنا سنحتاج جهز ملتيمتر ثم بطاريتين مختلفين حجم كبير وحجم صغير لكن قوتهما ثلاثة فولت تقريبا هما معا سنقوم بتجربة على البطارية الأولى كما تلاحظون تسالب مع السالب والموجبة مع المولة إذا قلبك سيعطي إشارة سالبة هنا ثلاثة فاصلة تساوستني يعني تقريبا 4 فولت ثلاثة ونصف كذلك البطارية الصغيرة هي كذلك ثلاثة فاصلة تقريبا 4 فولت ثلاثة ونصف سنجرب هذه المرة بالبطارية الصغيرة على المسباح مبارسة نضع السالب على السالب والموجبة مع الموجبة إذا قلبنا الأقطع فلن يشتغل المسباح حتى لو كانت البطارية مشتغلة كما تلاحظون إضاءة قوية جدا كأنه الليل بشكل الإضاءة هذه المرة سأجرب البطارية الكبيرة نوع الماء من شحنات الليتون المصابيح التي نراها لا تشتغل فهي بالكاد معطلة كما تلاحظون إضاءة قوية كذلك هذه المرة وحدة شاحنين قوتهما مجتمعة 12 فولت لكيتارة والقوة التي يمكن أن تضيعها به هذا المسباح قمت بتسعي الفيديو فقط لغير لربح الوقت كذلك سالب مع سالب وموجب مع الموجب وانظروا هائلة قوة رائعة رغم تلف بعض المصابيح لا تنسى الإعجابة في الفيديو وتسجيل الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل جيد ما هو مبتكر وتقنية إن شاء الله والسلام عليكم